الوحدة الأولى الضوء الدرس الأول الموضوع مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية الهدف أتعرف إلى مصادر الضوء الطبيعية أتنبه وأبحث في ليلة ممطرة انقطع التيار الكهربائي بماذا أضأت الغرفة؟ عند انقطاع التيار الكهربائي أضأت الغرفة بشمعة هل تشعر بالحاجة إلى إضاءة غرفتك نهاراً عند انقطاع التيار الكهربائي؟ لا لست بحاجة إلى إضاءة غرفتي نهاراً لأنها مضاءة طبيعياً ما الذي يضيء الأرض ليلاً؟ القمر يضيء الأرض ليلاً أجرب وأتثبت النشاط الأول أقرأ نصاً من كتاب القراءة في غرفة مضاءة أعيد نفس التجربة في غرفة مظلمة ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن هناك صعوبة وعدم المقدرة على قراءة النص بسبب العتمة وظلمة الغرفة النشاط الثاني أحاول إدخال خيط في ثقب إبره في مكان مظلم ماذا أفعل لأتوفق في ذلك؟ لأتوفق في إدخال خيط في ثقب إبره يجب إنارة المكان وتأمين إضاءة جيدة أستنتج مصادر الضوء نوعان واحد مصدر طبيعي كالشمس والقمر والنجوم اثنان مصدر اصطناعي كالمكشاف والمصباح والشمعة أطبق النشاط الأول أتعرف إلى مصادر الضوء في الصورة التالية ثم أصنفها إلى مصادر ضوئية طبيعية أو اصطناعية مصادر ضوئية طبيعية النجوم النار البرق الشمس القمر مصادر ضوئية اصطناعية المصباح الفانوس الشمعة المنارة النشاط الثاني أشطب الخطأ وأعلل أستعمل آلة التصوير واحد ليلاً أم نهاراً لأننا استعملنا الضوء أثناء التصوير للإنارة أستعمل آلة التصوير إثنان ليلاً أم نهاراً نهاراً لأننا قمنا بالتصوير دون الاستعانة بأي مصدر ضوء لقد أثرت مصادر ضوء الاصطناعية في نظام حياة الإنسان المعاصر فلم يعود نشاطه مرتبطاً بمصادر الضوء الطبيعية فحسب أوضح ذلك مقارنةً بنظام حياة الإنسان البدائي اعتاد الإنسان البدائي قديماً على استعمال بعض مصادر الضوء الطبيعية التي تزودنا إياها الطبيعة بكميات وافرة لقضاء جميع حوائجه ليلاً فمن بين هذه المصادر الضوءية الطبيعية نذكر الشمس والقمر وكذلك وميض البرق لكن في نظام حياة الإنسان المعاصر لم يعود نشاطه مقتصراً على مصادر الضوء الطبيعية فحسب بل قام بصنع العديد من مصادر أخرى وكان لهب الفتيلة أول هذه المصادر الاصطناعية واليوم عم استخدام المصابيح الكهربائية العادية وأصبحت الإنارة الاصطناعية عنصراً أساسياً في حضارة الإنسان المعاصر وطرق معيشه أثري معلوماتي هل تعلم أن أهم مصدر للضوء هو الشمس؟ وأن عمرها هو حوالي خمسة مليارات سنة كتلتها تساوي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف مرة من كتلة الأرض أضمن ي值ل Europe ترجمة نانسي قنقر وتعليقية من ن業 هل تريد أن نية اليوانات يستحILY تقلق من تغليقيةز